اجهزة الانجمة طبعا بتتماس بحاجات كتير جدا منها الترجمة الاحترافية الخاصة بالانجمة طبعا احنا كنا بنستخدم وما زلنا بنستخدم البلاجند اللي هو صب صبورت وليه شرحة عندنا في القناة ولكن بقالوا المهاردة فترة كده فيه مشاكل واقف من المصدر بتاعه ومفيش حد يطوره يعني ايه مفيش مطور يعتني بيه انه طبعا المطور بتاعه ايه ان انسحب بقاله فترة والمهم واقف يعني فطبعا احنا ببنخش نحمل الداولودر مسلا زي كده واقول له سيرش وبيبحس معي وبيجيب الترجمة عادي جدا وبختار الترجمة دي اوكي كده تماما هي نزلت اروح بقى اجي انزلها كده مسلا زي كده بص يقول لك الرسالة دي فيه مشكلة في الايه في البلاجن ومش شغال طيب احنا معجزت الانجمة طبعا ما فيش اي مشكلة الموضوع سهل جدا فيه طبعا المطورنا الكبير مطور الجامري بتاع صاحب اعمل لنا خدمة ان احنا نشغل الترجمة افلاين اه بطريقة ممتازة جدا وسهلة وتحكم في الخط وفي اللون وفيه شرح لها موجود عندنا بالقناعة التليجرام وبرضو خدنا الملف مشكورا من الاستاذ مورة اللي هو صاحب بيعدي الملفات الترجمة للانجمة اه طبعا راجل محترم جدا وبنشكره طبعا شارك معنا الملف باحدث ترجمات ومنزلها الغت ما انا بكلمك النهاردة فمسلا احنا دلوقتي وقفين على كناة زي كده وعليها فيلم زي كده كل ما طلوب مني ان انا هدوس ضغطة طويلة على زر بتاع الرموت اه طبعا لما بتكون مركب ايجي بقى انا الافتراضيا بيكون اللي هو زر فبيظهر قدامك البار ده اسم الفيلم والكلام ده طبعا بكل ما طلوب من ساعدتك هتروح دايس منيو طبعا احنا فيه تحت الفيديو بتحمله وبتحطه في الفلاشة بتاعتك او الهرد بتاعك في اي مكان في الجهاز هو كده كده لما بقول له ستارت سابطايتل كده بيظهر لي المكان ده لو انت عارف المكان مباشرة بتاع ملف الترجم بتاع الفيلم بتخش على وبتروح للمسار تدوس اخضر الملف يظهر معك طيب زي حالاتي كده مش عارف مكان الملف في فين بنزل بقى اختار له خاصيات البحث اللي موجودة تحت دي هنختار مثلا نسبة خمسة وتلاتين في المية وهدوس له كده اوكي وهياخد معك ممكن يعني اه عشرين ثانية اه خمساشر ثانية بيبدأ يعمل بحث في الجهاز كله بيجيب طبعا الملفات بتاعت الاستاذ مورة اللي احنا منزلينها وهيختار لي منها اسم الفيلم اللي هو ظاهر معك على القناة فزي ما انت شايف ماخدش معايا اي حاجة هتلاقي ظهر لك الفيلم في اول حاجة في البحث فوقه هتلاقي ظهر لك نسختين هدوس اول النسخة اللي فوق دي بتدوص عليها اوكي كده ثواني يظهر مع حضرتك الترجمة زي ما انت شايف بالشكل ده عايز تروح يمين شمال طبعا الفيلم بيكون شغال قدامك بس طبعا انا عشان الملكة الفكرة مش هينفع اظهر الكلام ده كله بتروح يمين وشمال تقدر تغير الترجمة طيب لو دوست كده بيظهر لي القائمة اللي قدام حضرتك او اللي ظهر قدامك ده اول حاجة طبعا ده اللي هو الترحيل اللي انا عملته دلوقتي يمين وشمال اتنين طيب اللي جنبها دي تاني واحدة دي لو فيه قنوات بتدعم الترجمة المدمجة فانت بتفاعل دي انزل بالسهمل تحت لغاية ما تجيب مسلا واحد كده هتلاقي في خط اسود او خلفية سودة ظهرت ورا عشان تخفي لك الترجمة التانية مسلا زي الكنوات اللي هي على والكلام ده بعد كده لون الترجمة طيب لون الترجمة انا عايزه ابيض اصفر بص بيتغير مع حضرتك بص شوف اللون المناسب لساعدتك بتعمله مفيش اي مشكلة بعد كده فونت الترجمة او شكل فونت الترجمة فيه طبعا انت الفونتات الافتراضية وفيه واحد بيكون محمل فونتات مسلا من على اي مكان في جوجل فونت بتحمل منه فونتات عرب كتير جدا اه او اس ان اه ام بي سي براحتك خالص فهدوس هنا اوكي كده هيظهر لي الشكل ده ببدأ اختار مسلا انا عاوز اختار الخط ده هدوس اوكي كده هتلاقي ظهر معايا الخط اللي انا عاوزه وممكن انت واقف عليه تنزل باستهمه فوقه وتنزل فوقه تحت كده مش لازم ان انت ايه دوس اوكي بس لو انت عارف اسم الخط اللي انت عاوز دوس اوكي ويختاره على طول بعد كده بيقول لك انت عايز تكبر الخط عايز تشغاله براحتك خالص ما فيش اي مشكلة بص انا كبرته خالص اهو عايزه بقى يمين شمال طبعا هو طبعا احنا هي خاصية موجودة ولكن طبعا هو سنتر احسن حاجة يعني دوسك كده هتلاقي ايه بيقلب مع حضرتك يمين بص زي ما انت شايف فاحنا هنخليه سنتر الشادو طبعا لو انت عاوز ايه اللي هي الحواف بتاعت الترجمة بتختار ايه الشكل اللي انت عاوزه مسلا شكل زي كده طيب الشادو صايز ده بتختار بقى ايه انت عايز اللون الاصفر ده صريح اللي احنا اختارناه او اللون الزيتي او عاوز عليه ازاي الحواف بتاعته من بره تبدأ تختار من هنا زي ما انت شايف كده طيب وضعية الترجمة اوقات بيكون فيه ترجمة مدمجة على القنوات اه فبتلاقي تيجي تعمل حتى بعد ما تعمل الترجمة والخلفية السودة بتلاقي برضو الترجمة ظهرة من ورق تبدأ تتحرك بالخط ده فوق وتحت كده لغاية ما توقفه على الايه الترجمة اللي انت اللي هي بتظهر الترجمة المدمجة اللي في القناة كده انت تخلصت من الترجمة خالص وظهرت مع حضرتك بالشكل ده بعد ما تخلص خالص مطلوب منك ان انت هتدوس ايه بقى هتلاقي فيه فوق كده الوان احمر واخدر واصفر واش عارف ايه كلمة سيف بالاخضر هروح دايه السيف كده بالاخضر بس كده خلاص رحت بقى لأي مكان ورجعت الميزة بقى في ايه جبانة لأيه الميزة الجميلة اول ان انت لو رحت لأي قناة تاني ورجعت اول ما تدوس بس كده يا هنطلع برا خالص كده انا رحت لأي قناة تانية مسلا يعني قناة زي دي كده او اي قناة دست عليها او اول حضرتك ما تدوس تاني كده زر اللي هو زر هيظهر لك كده اول ما تدوس بس كده كده انت استدعيت ملف الترجمة في الاعدادات اللي انت عاملها بكل حاجة اتمنى يكون الموضوع سهل جدا والموضوع جميل مع الانجمة ما فيش اي مشكلة خالص هتحمل الملف اللي موجود في تحت الفيديو وامورك هتبقى زي الفل طيب مثلا ملقتش الملف فيه طريقة تانية ان انت بتخش من خلال الموبايل بتاعك وبتحمل من موقع الترجمة او بتحمل ملف الترجمة وتبعته من خلال او اي برنامج بتستخدمه على التليفون بتاعك بتبعته للجهاز طبعا يفضل انت لو حملت ملف مش موجود اه في ملف الترجمة بتاع الاستاذ مورة مسلا او ملف جديد فبعته للمسار بتاع الاستاذ مورة عشان يفضل محفوظ في الجهاز على طول ما تحتاجش بعد كده تحمله تاني بس وتخش من خلال بقى الخاصية اللي كنت اوريتها لك اللي هي بتاعت الترجمة اللي كلمناها في اول الفيديو ودوس عليها اوكي واختار ملف الترجمة طيب انا ملف الترجمة ده مسلا اللي هو موجود ده مش عاجبني مش عايز امسحه او انا اغلط فيه اروح دايس ايه كده مينيو وانزل تحت هنا هارجع تاني اهو دلوقتي الترجمة شغالة اهي شغال دست مينيو كده ظهر لي كده هدوس مينيو تاني بقى انزل تحت هنا الخانة القابل الاخيرة اللي ايه ادوس اوكي كده كده انا مسحت ملف الترجمة ده ابدأ اختار ملف ترجمة تاني ده مسلا لو حضرتك دست على ملف ترجمة بالغلط مسلا ادوس كده اوكي وانزل هنا اقول له ستارت سبتايتل هياخدني تاني بقى لو انت حملت الملف بتاعة الترجمة زي ما انا قلت لك من اي موقع خارجي وبعدته من خلاله الموبايل للجهاز بتخش من ده اوكي بيفتح لك الجهاز قدام ساعاتك بتبدأ تختار المساري اللي انت حاطت فيه الملف الترجمة وكل مطلوب من ساعاتك ان انت هتوقف عليه وتدوس عليه اوكي هتلاقي الترجمة ظهرت معاك وتعمل الخطوات اللي ايه اللي احنا قلنا عليها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته